مرحبا أنا رياض من ميديا كاست اليوم بنا نحكي عن آخر سويتشر من بلاك ماجيك ديزاين الاتم ميني ميني بس مفعوله كبير الاتم ميني هو ميني باسمه لكن تقدر تعتمد عليه للبرودكاست بمستوى عالي ميني هو عبارة عن أربع مداخل HDMI ومخرج HDMI حتى قدر أشوف فيه الفيديو اللي طالع عندي بالإضافة لمخرج الـ USB-C اللي بخلينا نقدر نشبك الستاب اللي موجود عندنا على اللابتوب حتى أنا أقدر أعمل بث حيوم مباشر على موقع التواصل الاجتماعي الاتم ميني بخليني أن أستخدم كل الإدوات الإخراجية اللي أنا بحتاجها حتى أنه أصنع فيديو محترف أنا بقدر أعمل كروما كيينج بقدر أعمل صورة داخل صورة بالإضافة لأنه بقدر أتحكم حتى في الأوديو لأنه فيه أوديو ميكسي ذاكرة أنا بقدر أحفظ فيها الصور بالإضافة للغرافيكس حتى أقدر أستخدمهم في البروداكشن تبعي بالإضافة للأربع مداخل HDMI اللي موجودة والمخرج HDMI بالإضافة للـ USB-C في عندي مدخلين أوديو أقدر أشبك عليهم الماكروفونز حتى إذا أنا بكون بعمل إنتريفيو يكون عندي صوت داخل في طريقة احترافية مخرج الـ HDMI اللي موجود عندي هو قابل للتحديد يعني بقدر أحدده إذا أنا بدي إياه يكون البرنامج النهائي إذا بدي إياه الـ Preview أو بدي كاميرا معينة أكون مخرجها منه بالأهم من هيك إنه بقدر الأوتبوت هذا اللي أنا أخده منه أشبكه على i-recorder زي الفيديو أسيست حتى أتحكم بالـ ATEM Mini هو عبارة عن لوحة تحكم لكن بنفس الوقت أنا بقدر أحشبك عليه لوحات تحكم خارجية مثل الـ ATEM 1ME Advanced Panel أو الـ 2ME Broadcast Panel لو بدي أعمل هيك الـ ATEM Mini زي ما بتشوفه صار متوفر تواصلوا معانا حتى تعرفوا عنه أكتر شكرا